والله كل حديث نبوي هو كنز ينور حياتك هو علاج، هو شفاء، هو راحة وطمأنينة وسبحان الله كل حديث نبوي صحيح لابد إلا أن نجد له إشارة في القرآن الكريم اليوم كثير منا يعاني من التفكير بالمستقبل يعني موجة الغلاء التي تأتي أحيانا أو موجة الحرب أو موجة الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها بعض الناس اليوم تجعلهم يفكرون بالمستقبل يقول إن راتبي بعد مثلا ثلاثة أو أربعة أشهر أو سنة لن يكفيني ماذا أفعل؟ سأسافر إلى بلد آخر سأبقى هنا ويبدأ التفكير مسلسل الأفكار التي تدمر حقيقة الإبداع وتدمر الحياة وتدمر السعادة أنا لدي اليوم أيها الأحبة آية من آيات القرآن أود أن أتدبرها معكم لا أقول أن أفسرها لا أن أتدبرها لأن الله أمرنا بالتدبر لم يقل أفلا يفهمون القرآن أو أفلا يفسرون القرآن لا ذهب بك إلى أعلى مرحلة ممكنة أفلا يتدبرون القرآن ما معنى التدبر أيها الأحبة؟ التدبر بكل بساطة أن تتتبع آثار الشيء القرآن هنا أمرنا أن ندرك ما وراء الآيات يعني الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث طيب هذه حقائق لا أحد حتى اليوم يدعي أنه ينزل الغيث لا أمريكا ولا روسيا ولا أحد الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى قال ويعلم ما في الأرحم بعض الناس السذج للأسف قال بما أن الطب اليوم تطور واستطاع أن يعلم يحدد الذكر والأنثى إذن هذه الآية غير صحيحة ويعلم ما في الأرحم هل فيها ذكر وأنثى؟ هل فيها بشر أصلا؟ طيب كم كائن حي اليوم يتكاثر بالولادة بالأرحم يعني من خلال الأرحم كم حوت في البحر يتكاثر بالولادة؟ كم كائن حي من ما يسمى بالثديات من القرود والفيلة والزرافات والأسود والمليارات ومليارات من الكائنات تحمل هل يستطيع أحد أن يدعيه ويقول أنا أعلم ما في الأرحم؟ طيب هذا الجنين الموجود في بطن الأم هل يستطيع الطب أن يخبرنا بمصيره؟ كم سيعيش؟ كيف سيكون حاله؟ فقط هو حدد الذكر والأنثى وهذا بإذن الله إذن ويعلم ما في الأرحم هنا يعلم كل شيء لكل الكائنات ماذا يوجد في أرحم وماذا سيكون في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ غدا هنا الشاهد الذي أود أن أتدبره معك لتدرك أن القرآن فعلا هو شفاء هل يستطيع أحد اليوم أن يدعي ويقول أنا أعلم ماذا سيحدث غدا؟ ولا أكبر علماء الأرض يستطيع أن يقول أنا أعلم بالضبط ماذا سيحدث في الغد إذن هنا القرآن يحدثنا عن حقائق يقينية وبديهية معروفة وما تدري نفس بأي أرض تموت هل يستطيع إنسان أن يحدد ويقول لك أنا سأموت في الأرض الفلانية لا يستطيع إن الله علم خبير انتهت الآية طب أين التدبر هنا؟ نحن فهمنا الآية نريد أن نتدبر الآن أن نقرأ ما وراء هذه الكلمات يعني هل الله عز وجل أنزل هذه الآية فقط ليعطينا معلومات عامة؟ فقط يعني؟ لا هناك شيء أعمق أيها الأحبة نريد أن نكتشفه معا وسنجد أن النبي لمس هذا الشيء وتحدث عنه كما سنرى بعد دقائق قليلة هنا أنا فقط سأخذ هذه الكلمات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ست كلمات مع الواو سبعة طب لماذا قال الله لي أخبرني؟ قال وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا يعني أيها الإنسان لا تفكر بغد فكر باللحظة التي أنت فيها طب هل هذا المفهوم صحيح؟ نعم وسأثبت لكم ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا غدا أو بعد غد من الخطأ أن أقول سيحدث بلاء أو وباء أو حرب أو غلاء وأنا سوف كذا وسوف يصيبني كذا وأجلس وأحبط وهذا خطأ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فهم هذا المعنى أدركه قال عليه الصلاة والسلام من أصبح معافا في بدني ما معنى أصبح؟ يعني أشرقت عليه الشمس فوجد نفسه أنه معافا آمنا في سربه في بلده آمن لا يوجد قزائف تأتي فوقه لا يوجد صواريخ لا يوجد زلزال لا يوجد من يهدده إذن آمن طيب عنده قوت سنة أو شهر أو أسبوع لا عنده قوت يومه قوت يوم واحد يعني اليوم الذي أصبحت فيه في الصباح أنت لديك طعام يكفي لمدة يوم قوت يعني طعام يكفيك يوم فقط لك ولأولادك ما وضع هذا الإنسان من أصبح معافا في بدنيه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كأنه ملك الدنيا كم واحد اليوم منه عنده قوت يوم يعني معه مال يكفيه ليأكل لمدة يوم هذا معنى قوت يومي الحديث لم يقل لك عنده مثلا كمية من الذهب أو كمية من المال أو عنده عقارة عنده فقط قوت يومي قوت يوم يعني طعام يوم يعني مال يكفي لتأكل فيه يوم واحد فقط لم يقل يوم وليلة لا يوم طيب كم غني يوجد الآن ولكن الشيطان لا يريدك أن تفهم هذا المعنى أخي الحبيب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا كنت مؤمن حقيقي خف من الله خف من معاصيك وذنوبك لا تخف من الشيطان الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذن من يدعي أنه لا داعي للأحاديث النبوية هذا مخطئ أو الأحاديث النبوية كانت صالحة لعصرها هذا مخطئ أيضا لأن مثل هذا الحديث ضروري أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي أنا عندما قرأت هذا الحديث والله أحسست وكأنني أملك الدنيا لأنني أولا لا أدري ماذا يحدث في الغد لا أدري متى يأتي الموت قد يأتي غدا ولا تستطيع أن تحسك ذلك ما دم تملك طعام يوم كأنما حيزت لك الدنيا كأنما استحوذت وتملكت الدنيا ليس مساحة محدودة الدنيا كلها فإذن أخي الحبيب هنا يجب أن تفكر ليوم واحد فقط إذا أردت أن تحمل هم همك يوم واحد والنبي حل لك هذه المشكلة قال لك مدام معك طعام يوم إذن حيزت لك الدنيا هذا الأسلوب ما فائدته أنا طبقت هذا الأسلوب على فكرة يعني أنا أتحدث معكم الآن أنا طبقت هذه الآية على نفسي ولاحظت الفرق الكبير الشاسع بين حياتي قبل هذا الفهم وبين الآن أولا عندما تلاشت من دماغي كل فكرة سلبية وكل خوف من المستقبل وكل هم ماذا سيحدث غدا ماذا سأفعل مع فلان كيف سأقوم بالمعاملة الفلانية التي هي متعسرة كيف سأقضي هذا الدين كيف سأفعل هذا الأمر كل هذه الأمور توقفت فوجدت نفسي أنني أفكر بأشياء إيجابية يعني أفكر مثلا ماذا سأفعل للآخرة ماذا سأفعل من أجل إرضاء الله طب النبي قال لي خير الناس أنفعهم للناس إذن أنا بدأت أفكر أن أنفع الناس وأفضل ما تنفع الناس به هو الدعوة إلى الله أن تنقذ إنسانا من النار أن تدله على طريق الخير وهذه مهمة الأنبياء يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تنير الطريق لهؤلاء تنير الظلمات أمامهم يعني من فوائد هذه الآية أيضا أنك إذا توقفت عن التفكير بالهموم سيصبح عندك وقت كبير هذا الوقت تستغله بشيء أيضا إيجابي وتنجز أعمال أكثر لأن التفكير بالهم أخي الحبيب لا ينجز شيئا بل يدمر بعض الخلايا العصبية في الدماغ نحن نعلم أن كل خلية عصبية هي كنز لأنها لا تتجدد وبالتالي خلايا الدماغ هذه أكثر ما ينهكها ويسبب لها الشيخوخة التوتر والضغط النفسي والقلق والهم بعض الناس يظن أن القرآن هو حب الدواء اقرأ هذه الآية سبع مرات لا القرآن هو قراءة فهم عمل تطبيق منهج حياة تغير نظرتك للأمور وبالتالي إذا حققت هذه المعادلة أنت بالفعل سيكون القرآن شفاء لك نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شفاء لقلوبنا وشفاء لأحزاننا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق